موسيقى خلال حفل نظمته وزارة التربية للمعلمين المتميزين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم قال وزير التربية دكتور بدريل عيسى أن هذا الحفل يعتبر تكريما لجميع معلمي ومعلمات الوزارة سواء في الكويت أو في أنحاء العالم ونحن في هذا اليوم نشيد بالمسيرة العلمية وإنجازات المعلمين التي تنعكس حتما على أبنائنا من خلال مؤكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم تتواصل للمعلمين والمعلمات ونشكرهم لكل الجهود التي بدلوها في سنواتهم السابقة والسنة الحالية في أظهار منظومة تعليمية بأحسن صورة دائما نحتفل بالمعلم المتميزين ليس فقط على الكويت لكن على الدول الخليج ودائما نحتضن هذا المعلم ودائما نهيئ إلى البيئة الصالحة لتعليم أبنائنا إن شاء الله أهم التحديات التطور في التعليم خاصة في التكنولوجيا في التعليم ودائما المعلم يحتاج إلى المزيد من التدريب المستمر لمواكبة هذا التطور لعكس هذا التعليم والتطور على أبنائنا إن شاء الله